السلام عليكم وحمد الله وبركاته مرحبا بكم في قناة ديدو سمدي هر نهار ان شاء الله سنقدم واحد الموضوع خاص بالأرانب يعني تقليم دي الأظافر ديالهم يعني وش ضروري أول الله أول حاجة وهو أن أي التهاب كيكون في الأرانب كيف مكان نوع دياله يعني بالنسبة للتهاب العرقوب ذيك الجروح اللي كتجيهم على مستوى الأرجل الخلفية بالنسبة للناس اللي كي هزوا الأرانب ديالهم من هاد الودينات يعني كي هادك القريوشات ديال الودينات ديالهم كي تهرسوا كي بقوا يعطيهم واحد نوع ديال الحمى كين الأرانب اللي كي تضربوا بعضياتهم كي يكون عندهم واحد جرح قاعد الالتهابات كي مكان بغى النوع ديالها مثلا كسور إذا لشي أرنب كان مكسور من الأرجل دياله أو لا أي حاجة بالنسبة للأمهات أو الدكور أو الصغار فيها الالتهابات كونوا متأكدين أنه كي يكون عندهم واحد نوع من الحمى كي يكونوا ديمة ما مهتميش بالصحة ديالهم كي يكلوش مزيان ما كي كبروش الأمهات ما كي يهتموش بالصغار ديالهم منضم هذا الحويج هادو هاد الحويج إحنا اللي كنشوفهم يعني بعينينا يعني باين أنه النبكي على رجمتانا كتقول باللي راها الرجل دياله راها منضيقة كينعوا تاني نقولوا بالنسبة للصغار كي يكونوا مفلوس في واحد الجيهة كتقول باللي هادا را فيه شي حاجة كتقى تقلب إما كتلقى فيه واحد شي جرحى أو ضاربوا بعضياتهم الصغار أو وبزاف ديال الحويج منضم هاد الحويج اللي احنا ما كنشوفوهاش وهو يعني الأظافر الأظافر ديال الألاني بكونوا متأكدين أنهم كي كبرو بواحد صفة منتظمة هادشي الناس اللي عندهم يعني كينفرق ما في الناس اللي عندهم التربية الأرضية والتربية على السلك يعني على الأقفاص كونوا متأكدين أن لا الأرنب ولا الأرنبة يعني لا الأنثى كيكون عندهم وحد المشكل ديال هاد القضية ديال الدفار مني كتش تقلبوا يعني الدفار ديالهم ما كتلقاش الدفار يعني لعصق بواحد طريقي يعني 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 نقولوا ملتاهب كتلقاه الدفار دياله غيمحتوت أنا كنقولوا الدفار غيمحتوت إلا كان الدفار دياله غيمحتوت كونوا متأكدين أنه راك يعاني من يعني التهاب على مستوى الجهة نابت فيها الضفر سموكي وقع كيفاش كيكون الضفر كيطوال احنا ما كنا نديروش تقليم ديالو سموكي وقع مني كيبغي يطلع فوق النتوى مثلا الذكر مني كيبغي يطلع فوق النتوى كي يلسق الرجلية يلسقها في الكاج لان الكاج كيكون هاد الجهة هنا يراها واسعة ما بين السلك والسلك ولكن لاحظتوا هنا شوفوا السلك ما بين السلك والسلك لها صغيرة شوفوا الأضافر ديالو هنا اسموكي وقع كي يخرط هكا ما كيعرفش لانه مجرد حيوان اني ما غديش يحط رجلو هدي هزها في واحد الوقت لانهو كيكون تابع النتوى كيتبعها كي يخرط بالدفار ديالو إلا كانوا الدفار ديالو طوال كيكونوا داينين بحل شكل ديال العكاز هاكا الدفار ديالو انتو ما إلا لحتوا معايا شوفوا الدفار ديالو عاد قلمتهم له ارى يا دبار ارى مزيان يعني مني كيحط رجلو هكا كيحط رجلو على القافص كتحس بالدفار ما كيدورش ما يدورش على القافص الموسكيه مني كيكون الدفار هو كيحط رجلو هكا والدفار ديالو كيقولي بحل العكاز كيقولي هكا وكيدور على القافص كيكون تابع النتوى مثلا ما كي كيقولي عادوك البلايس في النبتين الادفار ديالو كيقولي ملتاهبين وكتحس به ديما مقار مصمم ما مبقاش مزيان كتقول ما عارتمالو وهو الا هو راه فيه واحد نوع من الحمى يعني اي حاجة في اي التهاب في الجسم كيكون إما الجسم الإنسان ولا الجسم الحيوان ديما كيكون عنده أضرار سموهما الادرار وهو واحد نوع من الحمى شوفوا لاحظوا انه شي واحد الله قدر الله إذا كان فيه شي جرحة هذك الجرحة مكدير كتعطيه واحد الولسيسة لواحد جهة أخرى اسموه هذك يعني الجسم بدك يحارب وباش يحيد هذك الادرار اللي فيه كيبدأ يطلع درجة الحرارة عندك يطلع بدرجة الحرارة هذك راه عبارة عن حمى من السخانة ومعارفين ما منه وياك تكون واحد صبع مجروح واحد مثلا كدامة احنا كنقوله مثلا مفدوع مثلا الله يحفظ كذلك الحيوانات لم شتكنوا فيهم واحد الاتهابات احنا ما كنشوفوهاش لانه دبعان هوا يتحرك بسهولة لانه نقلم له الأدفار دياله الدفار دياله يعني ماشي مشكلة تنقص ديال الدفار عادي وتنقصوا منهم واحد شوية مره 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 وانه نقصوا منهم مره 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 نقوله بني تفوتوا شهرين مره 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 وعينيكم على الدفار دياله لانه رامك يشكلوا له واحد العائقي لم شوته ودينين بحال الدفار ما حدنا هم دينين هكا معليش ولكن منك يقول له دينين بحال العكاز هكا كله هدك كيولي ضرر على الأرنب لانه كيولي كي، 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 ذاك السلك كيدخل الدفار هكا وكي حصل، هو منك يبغي يحيد رجله، كي، 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 ذاك البلاسة في نابة الأرنب في، عفون، في نابة الدفار كي كي كتولي مره ذا يعني احنا نقوله صافي كتولي تقريبا هو مجروح ولمهرس ومحطوط سماية هذا كتب فرق اذا راقبوا هذه القضية هذه الناس اللي عندهم اللي كديروا التربية دي الأنانيب انا كنحاول دي ما نجيب لكم افكار جديدة ان هذه فكرة ما ديراش ما نبدأ ولاش ولكن كنحاول ان اي مجهود درتوا في التربية ديالي كنحاول انني نوصلو لكم هي افكار بسيطة ولكن في نص الوقت من لي ما لا اننا ما نديروهاش ونحميو الأرانيب ديالنا يكونوا مزيانين حل نقولو الأنثى ديال الأرنبي لمشات حتى كانت عند التهاب في الدفار ديالها را كتكون عندها وحل النوع ديال الحمى ما كتقاش تهتم بالصغار ديالها انت لما فهمتش هاد المرحلة اللي دازت فيها هي كتطر انك تقول الصافي هادي ما كتهتمش بالصغار ديالها كتطر انك تخلص منها وهي يكون غي شفتي الدفار ديالها وقلمتهم مرة مرة واعتانيتي بها را ما غاديش غادي تقوليك تعتاني بالصغار ديالها اذا وهادشي كان طابق تعالص الصغار يعني الصغار ساو موما كيبقوش ياكلو لكان فيهمش التهاب مهم راقبوا الالانب ديالكم من ناحية الدفار ديالهم اذا حلقة بسيطة ولكن راها مهمة حاولوا انكم تديروها في الدهن ديالكم يعني تزيدوها في تربية ديالالانب كنشكركم على التعليقات الطيبة ديالكم الناس اللي مشاركوش معنا قناة جميلة حاولوا انكم تدخلوا الفيديويات وتدخلوا القناة وتشوفوا لي فيديو يعني شي حاجة تعليمية ان شاء الله شاركوا معنا الناس اللي عاد جداد تكيووا على زر جام باش تستندونا وتكيووا على زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي ان شاء الله الى اللقاء في الحلقة المقبلة اشتركوا في القناة